التزييف العميق غير موثوقة وغير آمنة وغالبيتها تتم عبر العملات المشفرة كظهور أحد المشاهير مثلا ينصح بالاستثمار بعملة معينة أو يروج لشخص أو شركة ما في استراليا تنتشر العمليات الاحتيالية عبر التزييف العميق بشكل كبير تكلمنا عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي ويستخدم المحتالون الصور والفيديوهات المزيفة للمشاهير ليسرقوا الناس بطرق مبتكرة لا تخطر على بال أحد يتفنن وصاروا في الموضوع الأمر الذي كلف الأستراليين ما يقارب ثمانية مليون دولار كخسارة بسبب العمليات الاحتيالية التي تتم عبر منصات الاستثمار عبر الإنترنت عام 2024 وذلك وفقا للجنة المنافسة والمستهلك الأستراليين في أحد الأمثلة شارك المحتالون صور مزيفة للناشطة البيئي الأسترالي الشهير روبرت إيرون وهو مكبل اليدين مصحوبة بمقال بعنوان هل هذه نهاية حياته المهنية والمقال المزيف طبعا أخبر القراء أنه أحد البنوك رفع دعوة قضائية ضد إيرون بسبب تعليقات أدلى بها حول منصة تداول عملات مشفرة ثم ينصح المقال الناس بتداول في هذه المنصة ويعدهم بالثراء إذا استثمروا 375 دولار فيها أيضا نائبة رئيس لجنة المنافسة والمخاطر الأسترالية قالت نحث الأستراليين على أخذ وقتهم وإجراء أبحاثهم قبل اغتنام أي فرصة استثمارية خاصة تلك التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وعن استخدام صور المشاهير خصوصا إيرون ماسك قالت لوي هناك أستراليون خسروا أكثر من 50 ألف دولار من العملات المشفرة من خلال تسجيل تفاصيلهم بعد مشاهدة مقابلة مزيفة مع إيرون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من انتشار تحذيرات كبيرة من عمليات التزييف العميق الاحتيالية إلى أنها ما زالت تتصيد الناس لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية تقول معظم الاحتيالات في الولايات المتحدة تبدأ عبر المنصات ويعتمد المحتالون التعامل بالعملات المشفرة منعا للتعاقب وعمليات الاحتيال الاستثماري تعد أقوى طرق الاحتيال وقالت أيضا أن المحتالون قد ينتحلون صفة الشركات والوكالات الحكومية ويوجه التحذير يقول لا تثق أبدا بشخص يعد بعوائد ربح كبيرة على الاستثمار ولا تثق أبدا بشخص يقبل الدفع فقط بالعملات المشفرة وبالحديث عن الملياردير الأمريكي إيلون ماسكا الذي غالبا ما يتم استخدام صوته وصورته بتزييف العميق كوسيلة إقناع قوية للضحايا حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ منذ فترة من بورصة زائفة للعملات المشفرة استخدم المحتالين فيها مقاطع فيديو مزيفة لإيلون ماسك وكل هذا بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ليس إيلون ماسك فقط الذي لم يسلم من تقنيات الذكاء الاصطناعي فهي لم ترحم أحد ومن أشهر المواقف عندما تم الكشف عن النسخة الافتراضية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي تم سؤاله فيها عما إذا كان هناك من يشبهه وعن رأيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستطيع التزييف أيضا هذا أحد المقاطع وغير مقاطع طبعا جو بايدن في مقطع انتشر مؤخرا وعرفنا بعد كذا أنه مقطع معمول بالتزييف العميق معنا في الاستيديو المختص في التقنية والذكاء الاصطناعي أنس المرعي صبح كله بالخير أهلا وسهلا فيك معنا اليوم مرعب الموضوع سارة الصوت الشخص وصورته يقنع الناس وفيها فلوس وفيها خسائر للأسف الموضوع حقيقي وعن بزداد خطورة التزييف العميق هو شكل جديد للتزييف الذي بدأ بثمانينات تسعينات القرن الماضي على الفوتوشوب كانت الناس تعملوا على سبيل الضحك أو على مثلا يعني أشياء بسيطة لكن بتطور التكنولوجيا اليوم وتطور الذكاء الاصطناعي صار التزييف عميق طيب بما أنه عم نحكي كلمة تزييف عميق هل هناك فيه تزييف خفيف خفيف مثلا أو سطحي نعم موجود والمصطلح التزييف السطحي أو الفيك شلو نعم موجود إيجا الفرق بينه وبين التزييف العميق هذا مثلا تغيير المكان أنه أنا أخذ صورة الشخص أو يعني بصوته وصورته وأضعه في مكان آخر من غير ما أخلي مثلا من غير استبدال وجهه من غير استبدال صوته ونبرة الصوت أيضا هذا تزييف بسيط نغير بس المكان نعم تغيير المكان التزييف العميق اللي هو موضوعنا اليوم أن الشخص أو المحتال خلينا نسميه مو أنا الشخص المحتال يقوم بتزييف وتبديل الوجه عن طريق هذه التقنية التقنية ما بدنا ندخل في أمور تقنية كثيرة لكن هي تتم عن طريق خوارزميتين رئيسيات الخوارزمية الأولى هي التمييز والخوارزمية الثانية اللي هي التصنيع والتوليد وبالتالي أنا من خلال كمية معلومات وبيانات هائلة وغذيها لهذه الأنظمة تنسخ الوجه بتفاصيله الدقيقة جدا وكل يوم عم تطور هاي التكنولوجيا طبعا ليش عم تطور وفي واحد يقول أنه خلينا نوقف هاي التكنولوجيا على التطور إلى استخدامات مفيدة جدا في الطب في التعليم حضرتك ذكرتي في التقرير من شوي أنه رئيس تنفيذي لزوم صار بده يعمل مساعد افتراضي إلى آخر إليها كثير تخيلي مثلا لو عندي طفل أو طفلي وعني ديني شوي ما بدهم يدرسوا أجب لهم شخصيتهم المفضلة أعملها أخلي هاي الشخصية المفضلة تقول له أدرس يا ابني أدرس يا بنتي إلى آخر أو أخليه يقرأ الدرس بصوته تخيلي مثلا في ممثل أو شخصية مشهورة الناس تفتقدها وتحبها ولكن هذا الشخص توفى طبعا يعني برجع رجع للحياة هو خلاص راح توكل على الله كمان إنه أنا أستخدمه لا إنه أنا أستخدمه كمان يعني مو من حقا أنه أنا أرجع طبعا هاي أمور أخرى يعني قد يفون فيها أشياء قانونية بس أنا لا فعليا ما تحسي أنه ممكن المساوء اللي تكون بسبب التزييف العميخ أكثر من الحسنات والله نشوف نشوف نص المليان أو نص الفاضي أي تكنولوجيا أي أداة في الدنيا الإنترنت نفسه أصلا من يوم ما ظهر الكمبيوتر له استخدامات سيئة جدا كل المحتالين كل النصابين كل الشبكات السرقة العالمية تستخدم التكنولوجيا طب نوقف التكنولوجيا كرمالهم لا طيب شو نعمل شو الحل الحل نفعل القوانين نزيد الاستثمار في العقول اللي عم تنتج الحلول ضد هاي المحتالين الكشف مثلا عنها اليوم في أدوات معروفة عالميا تستخدمها الدول مثلا المحاكم أيضا فمثلا أنا لو قدمت دليل مزيف في المحكمة المحكمة لازم يكون عندها قدرة القضاء وكل من يعمل في سلك القضاء لازم يكون عنده قدرة على التمييز بهذه الأشياء أو على الأقل يعرف بأن هذا الشيء موجود لحتى دائما يكون في باله أنه يوديه على القسم التقني المختص في المحكمة بحيث يكشفوا عن هذا هل هو حقيقي أو لا طب أنس عمل فيديو محكم بطريقة التزييف العميق هو شيء سهل أو شيء يحتاج واحد مبرمج مخ عنده يعني بطريقة معينة يعني تجي تقول ياريت تستثمر العقلية اللي عندك هذا بشيء أفضل بس قد إيش يحتاج مجهود ومين الشخص أصلا اللي ممكن يعمل التزييف العميق بهذه الطريقة تمام سؤال مهم جدا للأسف التكنولوجيا موجودة متوفرة في إيدنا جميعا كل من معا انترنت وموبايل وكمبيوتر بس مو كلنا حنقدر نسوك تزيف عميق يا أنس ما بدنا ننشر الأخبار يعني السلبية لكن قلت لك المنصات موجودة أعطيك على سبيل المثال قبل فترة سنة وسنتين انتشر على السوشال ميديا الناس اللي تحط صورها في أماكن مختلفة معينة الفيس آب وهذه الأشياء اللي صارت هذا تزيف عميق فاللي كان يصير أنه يصور وجه الإنسان ويأخذ أكثر من زاوي وبالتالي يولد صورة جديدة إليك في مكان أنت ما كنت فيه النسخ سهل اليوم تغيير الصوت سهل تغيير نبرة الصوت سهلة تغيير استبدال الوجه اليوم عم بيستبدله مثلا عيون ممثل معين على رئيس معين فالموضوع صار سهل جدا لأن التكنولوجيا تطورت تذكري زمان لما كنا أطفال كنا نجيب مثلا ورق النسخ ونجيب رسمة معينة ونقسمها أو هي الورقة تكون ورقة النسخ تكون مقسمة لمربعات صغيرة هذه المربعات الصغيرة تساعدني على أني أقسم الرسم الكبير إلى هذه المربعات هذا دفتر العلوم تمام وبالتالي كان سهل جدا على أني أنسخ صورة أو رسمة معينة وهذا نفس الشيء فما بالك 40-50 سنة من التطور مع تطور الذكاء الاصطناعي اللي عم بيصير بشكل يومي ومرعب أعرفتي لازم يكون في هذه القوانين لازم يكون في هذا الوعي وما رح نقدر نوقف هذول المحتالين إلا بالتطور والوعي طيب اليوم كثير من الفيديوهات اللي تستخدم الديب فيك أو التزييف العميق مثل ما ذكرنا يعني إحنا حتى قلنا هذا الخبر الأسبوع الماضي أنه في استراليا تحديدا في عمليات نصب كثير بالملايين تتم وأعتقد أنه الناس لسه إلى الآن ما في توعية كفاية على هذا النوع من الفيديوهات بس شاهد في الموضوع أنه شركات تعمل عن طريقة العملات المشفرة أو تدعو للشراء عن طريقة الشركات المشفرة طيب أنا اليوم لما بسوي فيديو زي هذا طيب ما المسؤول هي هذه الشركة اللي المفروض أوكلت لشخص ما يسوي له تزييف عميق أو لا كيف من المسؤول عن الموضوع شوفي المثال أو المثل أو القاعدة تقول القانون لا يحمي المغفلين واللي ما عنده وعي رح يدفع الثمن هاي الشركات ما تروح تتسائل الشركات هذه ما في حد تسائلها بحسب قانون الدولي اللي هي فيه أيوة فمثلا نحن هون في الإمارات من أكثر الدول المتقدمة في العالم بهذا الشيء ففي أن مؤسسة مؤسسة دولة شغلتها وعملتها هي إصدار القوانين وتشريعات الذكاء الاصطناعي طيب في دول أخرى أنت عم تحكي عن دول متقدمة جدا لأستراليا وغيرها صح ولكن عدم تطور المشرع والقانون أدى لهاي الأشياء هون مثلا قليل ما تسمع بهاي القصص مقصيرة هي حالات فردية طيب الشركات والعالم التجاري لما ما يحكم القوانين بصير الاستغلال ومع الأسف ويمكن يزعلوا مني أصحاب العملات المشفرة لكن يمكن 90% منهم داخلين في الاحتيال وبالتالي شيء سهل جدا أنهم يحتالوا هذا جوهم خلينا نقول يمكن انتبهتي بالفترة الأخيرة ما في أحد يلاحقهم ما في أحد يسائلهم في حال صارت فيديوهات وانتشرت وصار في نصبات على ناس كثير مو بالسهل إذا انتبهتي بالفترة الأخيرة صار اختراق حسابات سوشال ميديا بالأخص تويتر أو إكس وإنستغرام وصاروا مباشرة مجرد ما يخترقوا هذا الحساب ياخدوا صور لهذا الشخص يحطوا معاه صورة سيارة فارهة أو صورة فيلا فارهة ويقول أنه أنا استثمرت في هذا المكان ويحطوا للينكات طيب إذا أنت عم تشتغل بشيء قانوني ليش بتلجأ لهذه الطرق لتنصب على الناس هون علامة استفهام كبيرة طيب أنت يا مستثمر العملات الرقمية يعني ما تشغل عقلك شوي مثلا أنه أنت واصل لمرحلة تستثمر في شيء تقني ومعقد كيف هاي الأشياء ممكن تخدعك وتضل لك في سبيل أنه تستثمر بس يا أنس في ناس كثير خصوصا صغار السن الشباب واللي بدأوا فتحوا عيونهم ومشايفين عملات رقمية يعني هم حتى يمكن يفهموا فيها أكثر مننا يعني في شباب كثير بدأوا صغار بدأوا فعلا يستثمروا في العملات الرقمية وبيشوفوا فيها دخل كويس وفاهمين فيها إلى حد ما بس ممكن ينخدع بفيديو زي هذا بشوفي الخبراء عم ينخدعوا أنت مثلا أنا لو هلأ أفرجيكي فيديو يمكن للوهل الأولى خصوصا لأنه شاشة الموبايل صغيرة شوي مثلا والواحد ما كثير مركز والإضاءة وكذا وهيك ممكن تنخده بعدين أخليك على فكرة هذا الفيديو مية بالمية مزيف بعدين أنت يصير لك صدمة يا شوك بيصير عندك الوعي مطلوب في كل لحظة يعني نبعد شوي قليلا عن الموضوع العمليات الزيف اللي عم بتصير على سرقة حسابات البنك وكذا هي في لحظة واحد في لحظة واحد جزء من الثاني يسهل واحد أو يغفى ويعمل هذا الكليك بيروح حسابه بيتم سرقته كمان هذا بيزيد الوعي يعني بيزيد الطلب على الوعي من كل الناس على الآباء على الجهات التعليمية على أصحاب العمل على الجهات القانونية والجهات المؤسسية والتشريعات والآخرين ما في حل يعني سحري لهذا الموضوع رح نتعايش معه يعني ما في شي غير هيك ونطور من نفسنا طيب بس اليوم أنس أنت كمختص لما تجي تشوف فيديو تقدر تميز في علامات لو بسيطة لو دققنا يعني أنا حسب ما سمعت أنه مثلا أصابع اليد دائما ما تكون مضبوطة مية في المية في أشياء يعني إيش في شي ممكن أنت يشككك أنه هذا الفيديو صحيح أو لا ممتاز شكرا على السؤال التزييف هو بزيف صورة وفيديو وصوت أوكي وبالتالي لازم ننتبه للثلاث عناصر هاي هل الصورة بسيطة يعني مو بخطورة الفيديو أيوه الفيديو لأنه ممكن شخص يكون أنت بتعرفيه هو عم بيحكي ويطلب منك أشياء معينة صح وصارت الفيديو أول شيء بدنا ننتبه على الوجه أكثر الشيء بيكشف وشو أكثر الشيء بيكشف في الوجه العيون أيوه وبالتالي العيون إذا ما رمشت أو رمشت كثير أو فيها لمعة غير عادية معناته الفيديو مزيف أوكي عن عين هذا الإنسان أو يعني ملامه أوكي الإضاءة بين ثاني وأخرى أوكي كمان ممكن يكون دليل على التزييف لأنه أنا ركبت الفيديو عملت فيس سوابينج أو استبدال وجه من واحد إلى آخر وبالتالي الإضاءة قد تختلف أوكي إيش كمان ملامح الوجه أطراف الملامح أوكي مثل ما بتعرف استخدام الفلاتر على إنستجرام بدك تشوفي هاي الصورة طبيعية أو لنفلترة بتقربي على ملامح الوجه بتبين أنه فيه هون خصوصا بهاي المنطقة مبين أنه فلتر أوكي هاي أشياء بسيطة يعني أشياء أي شخص ممكن يتدرب عليها لحتى يصير يكشف هلا إذا الشيء غريب جدا عن هذا الإنسان المحتوى خلينا نحكي بالمحتوى إذا الشيء أنت ما تتوقع من هذا الشخص يحكي هذا الموضوع لازم ترفعي يعني ألارم تقولي أنه والله ممكن يكون هذا مزيف نبرة الصوت نبرة الصوت هلا مهما تقدم الإي آي ما رح ينسخ الصوت مئة بالمئة لو وصل لتسعة وتسعين أوكي لكن هاي الواحد بالمئة هي منفذنا وأنه نكشف بأنه هذا مزيف فهاي العوامل لو نظرنا لها يعني بسيطة الرمش لمعة العيون الرمش لمعة العين الرمش وعدم الرمش اختلاف الإضاءة ملامح ملامح الوجه الفم طبعا والشيء الأخير اللي هو تناسق الشفتين مع نطق الكلام يعني هذا أهم الأشياء إذا شفتوا يا جماعة واحدة من هذه الأشياء أو مجموعة على فيديو معين لازم تبدأوا تشكوا فيه شكرا يا نس أنك قلت لنا يعطيك ألف عافية لكل هذه التفاصيل شكرا